طيب انت بتقولي انا باعلي ان انا مش اشتغل في الجهاز انت قلت لأول عشان مش عايزيني طب لو عرضوا عليك يعني خلاص هم اللوتي مزعين منك وعرضوا عليك تبقى موجود ما عتخدش مش عايزش اشتغل دلوقتي في الوضع اي ده لا لا مش عايز نبحث عن تجربة اخرى زي المدربين اللي ما بيقولك ايوا نبحث عن تجربة اخرى انا هاعد ريح شهر اه وبعدين هرائب وابحث عن تجربة اخرى ايوا انت كده كده عايز تشتغل اكيدي انا عايز تشتغل طبعا لا لا لو جالي شغلة بكرة اشتغل طبعا فش حد بحيب الشغلة انا لا لا طبعا طبعا مش فايش اغلانة يعني مش اتغلال لا 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 طبعا طبعا كابت لعب جلال رأيك ايه في اللي حصل كل ما ظلم مم ظلم و يعني اتظلم بشكل كبير جدا سواء في الفترة اللي اشتغل فيها انه ما لحقش اشتغل مم أو في الطريقة اللي مش بيها حاجة طبعا فنيا وإنسانيا وكل حاجة غلط حصلت في الموضوع ده كلمتوا مع بعض في أي اللي أنت أصدقائي أصدقائي أو لما تكلموش لكن أنا بقول له أنت مدرب كبير وإن شاء الله ربنا أكيد ما بيعملش خير إيه رأيك في محمد شاوي شاوي مكتهد وشاطر ومدرب كويس جدا وأتمنى أنه يمسك المنتخب الأولمبي حلوة دي تتمنى أن يمسك المنتخب الأولمبي أنا ألتztقاه لحازم على فكεί ألتقاه من قبل ما أنش log ألتظر المنتخب الأولمبي مناسب جدا شاوي إتربى في المنتخبات إشتغل فترة كويسة جدا مع شاوي شغل فترة كويسة جدا مع أنا أعتقد أنه هو خلاص جاهز إنه يشتغل في يمسك المنتخب الأولمبي وعايز أقول حتة بتاعة تغيير الوجوه وتغيير 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 مدرب المنتخبات خبالك خبراته في المنتخبات بتفرق عن حد جاي ودايما أنا بشبهها تاني أنا قلتها قبل كده في الإعلام وبقولها يا كريم لو ابنك تعبان هتوديه لدكتور أستاذ دكتور ولا لطبيب امتياز أستاذ دكتور ولحد ما تبيجيب الامتياز تجيب الأستاذ الدكتور في المنتخب لأنك منتخب أعلى حاجة وتجيب معاه طبيب امتياز صحيح يتعلم يتعلم يبقى أستاذ وبعدين ينشف شوق يخد المراحل دي أنا خدت المراحل دي كلنا خدنا المراحل لما رشحت الكابتن محمد شاوي للكابتن حزي يمامل أنه يمسك المنتخب القليبي قبل ممطش السنغال ما كنتش عايزه هو موجود في الجاز الفردي معك؟ لا احنا كنت عارف أن احنا هنقعد ولا هنمشي ولا لا لا بالعكس ما أنت كنت تفاكر أنك هتقعد لا 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 ما كنتش فاكر فيه وانا بفكر حتى حازم سألني قال لي أنت شايف إيه في شاوي فقلت له كل حاجة كل حاجة بأمانة يعني